ريابات عالمية مؤثرة تشهدها قمة دافوس 2019 التي انطلقت الثلاثاء وسط اضطرابات وأزمات سياسية تستحوذ على اهتمام قادة الدول فبعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامبو شاركته في الاجتماع السنوي 49 للمنتدى الاقتصادي العالمي انضم إليه زعماء آخرون رغبة منهم في التعامل مع أمور أكثر الحاحة في بلدانهم فقد أعلن مسؤول في مكتب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن الأخير لن يشارك في منتدى دافوس بسبب ازدحام جدول أعماله بما في ذلك المناقشات التي بدأت ردا على احتجاجات أصحاب السترات الصفر وفي الوقت ذاته ألغت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رحلتها بعد أن عانت من هزيمة في تصويت البرلمان البريطاني على خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي ولم تقتصر المقاطع على الدول الغربية فقد أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي تعاني بلاده من تباطئ الاقتصاد عدم الحضور كما شملت للمقاطعة كل من رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي الذي يقاتل الفوز بفترة ولاية ثانية ورئيس كوريا الجنوبية مونجيا على الجانب الآخر فإن المستشار الألماني أنجيلا ميركل تقف على رئيس الزعماء الحاضرين حيث أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن ميركل ستلقي خطابا أمام الجلسة العامة وستجري محادثات مع رؤساء الدول والحكومات وكبار رجال الأعمال الدوليين ويحضر المنتدى الذي يقام سنويا مسؤولون حوى ألف شركة ومؤسسة اقتصادية عالمية متعددة للجنسيات وعدد كبير من السياسين وكبار رجال الأعمال وقادة الاقتصاد في العديد من دول العالم وتشهد جلسات المنتدى العديد من النقاشات حول تحديات العالم الاقتصادية والبيئية وقضايا إقليمية ويستعد المشاركون هذا العام لمناقشات حامية حول عدد من القضايا أبرزها التغير المناخي والتحديات التي تطرحها التغيرات التكنولوجية كما يناقش المنتدى تباطؤ الاقتصاد العالمي ووضع البنوك المركزي السيء في مواجهة الركود كما سيشهد المنتدى جلسات حوار بشأن إدارة أزمة القمامة العالمية وشمول العالم الرقمية وغيرها من القضايا التي تحظى بأولوية في اهتمام قادة العالم ترجمة نانسي قنقر